أنا أنا مقرير العين أنا وزملاء الوزراء على كل ما يتضمن هذا القانون من بنود ومن أحكام موضوعيا تسعى إلى تشجيع الاستثمار وبشكل آمن وضمن آليات تسمح لنا بالتحرك في إطار الكثير من الملكيات العقارية الموجودة لدى الدولة والتي تستطيع أن توظفها للدخول في شراكات من شأنها أن تنتج مشاريع تخلق آفاق توظيفية وتشغيلية للأردنيين بعيدا عن أي مغامرات من أي نمط وأي نوع وفي إطار حوكمة رشيدة وشديدة في ذات الوقت تعطينا المرونة ولكن تجعلنا ننام جميعا قريري العين بأن مقدراتنا مصانة وبأنها موظفة توظيفا سليما يخلق وظائف ويخلق نوافة التشغيلية وينتج تنمية في المملكة الأردنية الهاشمية على قاعدة من الوطنية المتجذرة والراسخة لدى كل من أعضاء هذه الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان وقطاعنا الخاص المحترم ومستمرون بمراجعة وإقرار المزيد من التشريعات المرتبطة بتفعيل سوق عمان المالي سوق عمان المالي اليوم أنا غير راضي عن وضعه أعتقد جميع الموجودين غير راضين عن أو ضاع سوق عمان المالي العام ويحتاج إلى مقاربة سريعة وإلى أفكار خلاقة لتعود له حيوية ضرورية للغاية لتنمية الاقتصاد وأيضاً هناك مراجعات تتعلق بقانون الإعسار وإنفاذ العقود التجارية وغيرها مرة أخرى لا أريد أن أطيل أكثر مما أطلت أنا إذا بنترك لي المايكروفون بحكي لفترات طوية لفعذروني على الإطالة أنا أتطلع إلى نقاش تفاعلي وأتطلع إلى نقاش باتجاهين يفضي إلى مقاربات تقربنا أكثر من تحقيق مستهدفاتنا الطموحة التي نبتغي أن نحققها للبرامج التنفيذية لخارطة تحديث القطاع العام ولخطة التحديث الاقتصادي مشدداً مرة أخرى على أننا سنقوم بكل ما نستطيع أن نقوم به لتحقيق هذه المستهدفات الطموحة ولكن الضرورية في آن واحد بلدنا يستحق الكثير بلدنا أيضاً لا يعيش في فقاعة بلدنا أيضاً شأنه شأن بقية الدول العالمية يتأثر بمحيطه الإقليمي ويتأثر باعتبارات دولية تؤثر على سلائس التوريد وتزويد وإنتاج وتؤثر على حتى شهية المستثمرين بالاتجاه إلى الاستثمار لأن حالات عدم اليقين الدولي يصاحبها دائماً مظاهر متعلقة بعدم التوسع بالإنفاق والاستثمار ولكننا سائرون على هذا الدرب وبإذن الله أن نستطيع أن نحقق كل هذه المستهدفات في ظل المكانة الدولية الكبيرة التي يحظى بها سيدي صاحب الجلال هاشمية الملك عبدالله الثاني بن حسين المفده والتي فتحت وجذبت للأردن الكثير من المستثمرين والكثير من الاستثمارات والشركات الكبرى وجعلت من الأردن مركزاً للكثير من هذه الشركات العالمية الكبرى والتي نسعى لأن نوسع دائماً قاعدتها